هذا المخلوق الضئيل في الحجم يعرف بالدب المائي ما يميز هذا الكائن الشبه مجهري أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية قد تقتل معظم أشكال الحياة الأخرى على كوكبنا وهذا بسبب أن جسمه يحتوي على بروتينات تسمى CAHS وتعمل بتشكيل مواد هولامية داخل خلايا الدب وتبطئ العمليات الحيوية المسببة لتلف الخلايا بروتينات المخلوق الخالد أثارت اهتمام العلماء بجامعة يومين بأمريكا وأطلقوا عليها إكسير الشباب الدائم وقاموا بزراعتها في الخلايا البشرية ووجدوا أنها تباطأت ودخلت في نوع من السبات تماما كما يحدث لدى المخلوقات الأبدية العلماء أوضحوا أنه عند وضع الخلايا البشرية التي تحتوي على هذه البروتينات في حالة الركود الحيوي فإنها تصبح أكثر مقاومة للضغوط الدراسة البحثية خلصت إلى أن خلايانا إذا تمكنت من مقاومة تلف الحمد النووي الناتج عن الشمس أو التعرض للمواد السامة مثل خلايا الدببة المائية فربما يمكن إبطاء عملية شيخوخة بأكملها أكملها اشتركوا في القناة